وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني بهدف الارتقاء بوضعياته التنافسية إقليميا وعالميا بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدنية حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الممهورية أن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنية اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والمهندس يحيا زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنية حيث تم عرض أهداف تطوير القطاع خلال الفترة المقبلة والموقف التنفيذي للأعمال الجارية في هذا الصدد خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية والتوسع في شبكة الخطوط الجوية وتطوير أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية وكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني بهدف الارتقاء بوضايته التنافسية إقليميا وعالميا بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة لسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة آداء العمل وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي يوفرها الموقع الجوغرافي لمصر وعلى النحو الذي يعزز التكامل بين قطاع الطيران والسياحة ويحقق إضافة ملموسة للدخل القومي